مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقةٍ جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية وفاة أبٍ قبل رؤية ابنه المعتقل لدى الحوفيين منذ خمس سنوات في عدن الغد مسلحون في صنعاء يطالبون باسترداد أراضٍ يدعون ملكيتها قبل ثمانية قرون وفي الشرق الأوسط تحذيرٌ من وباءٍ عالميٍ جديد مصدره عظام الأسود ظل ينتظر خروج ابنه من المعتقل منذ خمس سنوات إلا أنه توفي أمس دون أن يخرج الابن من المعتقل هذه هي قصة والد أحد الصحفيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي ونطالع من المصدر أونلاين وفاة والد الصحفي المعتقل في سجون الحوثي الزميل توفيق المنصوري توفي الحاج محمد ثابت المنصوري والد الزميل توفيق المنصوري المخرج والصحفي المعتقل لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ التاسع من يونيو 2015 وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن والد المنصور توفي بأحد مستشفيات المدينة بعد إصاباته بفيروس كورونا المستجد وتوفي الأب بعد سنوات من انتظار خروج ابنه الذي أصدرت محكمة حوثية بصنعاء حكما بإعدامه مع ثلاثة آخرين هم عبدالخالق عمران وأكرم الوليد وحارث حميد قبل ما يزيد عن ثمانية أو ثمانمائة عام كان المنصور عبدالله بن حمزة يحكم مناطق محدودة في صنعاء وكان يدمر وينكل بكل من يختلف معهم وتوصف فترته بأنها من أسوأ المراحل التي مرت بها صنعاء وما جاورها ولكن بعد كل هذه القرون جاء إلى صنعاء من يقول أنه من نسل ذلك الحاكم وأنه يريد استعادة أراض تركها وفقا لموقع عدن الغد أقارب الإمام المنصور يعودون للسيطرة على منطقة بيت بوس وثلاث مديريات بصنعاء وقال الموقع تفاجأ عدد من أصحاب العقارات في منطقة بيت بوس بصنعاء ومديريات بني بهلول وسنحان وبلاد الروس بالدعاء أقارب الإمام المنصور عبدالله بن حمزة المتوفي سنة 1218 ميلادية أن عقاراتهم من أملاك المنصور وقالت مصادر محلية إن المشرف الحوثي محسن الحمزي والمكنى أبو المنصور يقود عصابة نهب أراض في صنعاء والمناطق المجاورة تحت مسمى استعادة أراض بيت المنصور أضافت المصادر أن الحمزي وشخص آخر يدعى أو يدعي أنه وكيل أسرة بيت المنصور قدموا وثائق كثيرة تدعي ملكيتهم أراضي في منطقة بيت بوس وقاع القيضي وبني بهلول وسنحان وبلاد الروس وأكدت المصادر أن أسرة المنصور والذي حكم اليمن بالحديد والنار عادت بعدد كبير من الوثائق التي تزعم ملكية الأسرة للعديد من الأراضي الاستيلاء على الأوراق المالية للبنك المركزي عمل متهور تحت هذا العنوان كتب أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد أحمد مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا في جزء مما قال البنك المركزي هو مؤسسة مصرفية لكل اليمن وليس خاصا بالشطر الجنوبي أو خاصا بالعاصمة المؤقتة عدن هذه المؤسسة تؤدي وظائفها وفقا لقانون البنك المركزي الصادر في عام 2010 الذي منحه الاستقلالية الكاملة عن القوانين المطبقة على الجهاز الإداري للدولة لذلك هذه الاستقلالية التي تشبه استقلالية القضاء يجب أن تحترم من قبل كل الأطراف لأن التدخل في أمور البنك المركزي إن حدث سيرسل رسائل للداخل والخارج مفادها عدم توفر بيئة مصرفية آمنة في عدن عدا أن أي تدخل سيربك الحياة الاقتصادية والعمل المالي والمصرفي وسينعكس سلبا في المحاصلة على أسعار الصرف لنحية أنه سيولد حالة قوية من الهلع ومستوى عال من القلق في أوساط المواطنين وخاصة في الأوساط المصرفية والتجارية وكل المتعاملين في السوق وبالتالي سيخلق المزيد من التدخل في سعر الصرف الذي نحن بصدد الدفاع عنه كما أدعو أولا إلى ضرورة توريد الموارد العامة الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي سجلت اليمن أمس الأثنين أكبر عدد من حالات الوفيات بوباء كورونا المستجد منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في أبريل ونقل موقع يمن من مونيتور عن اللجنة الوطنية قولها إنها سجلت أربع وأربعين حالة وفاة في البلاد معظمها في حضر موت حيث تم تسجيل ثمان وثلاثين حالة وفاة من أصل ثلاث وسبعين إصابة كما تم تسجيل أربع وعشرين إصابة في محافظة شبوى بينها حالة وفاة وقالت اللجنة إن عدد الإصابات المسجلة ثمانمائة وأربع وأربعون بينها مائتان وثمان وفيات وتسع وسبعون حالة تعافن لكن الموقع يؤكد أن هذه الأرقام أقل بكثير من الحالات الحقيقية الموجودة في الواقع من اليمن سيخرج للعالم علاج كورونا ولدينا مشاريع بحثية واعدة من زملاء صيادل وأطباء ومختبرات بهذا التصريح خرج وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين بصمع طه المتوكل على الناس أواخر مايو المنصر ليبشرهم بالفرج والتوصل إلى الدواء الذي عاجزت عن اكتشافه والوصول له كل الدول الصناعية العظمى ويوصف موقع المشاهد نت بالحوثيين يبيعون الوهم لمصاب فيروس كورونا وقال الموقع ليس غريباً إعلان جماعة الحوث اختراعات وصناعات سباقة في مجال الطب فقد أعلنت سابقاً عن إنجازات كبيرة في صناعة الألغام الغريب أن الجماعة لا تولي أي اهتمام لمعاناة السكان في مناطق سيطرتها إذ عجزت المنشآت الصحية عن تقديم الرعاية الصحية لمصاب كورونا فضلاً عن عدم الإصاح عن عدد الوفيات والمصابين به حتى اليوم وهاج المقطري مستشار وزير الصحة لدى الحوثيين قال متحدثاً عن الدواء الذي اخترعوه حاولت ألا أفصح عن الدواء حتى لا يسود الاطمئنان المفرط الخطير وحتى لا يفقد المواطن الثقة بقيادة وزارة الصحة وبالأشاوس جنود الجيش الأبيض الأدبية العربية نجو بركات تكتب عن فقدان وطنها وعن بحثها عن وطن بديل بعد أن عادت من بلد المهجر فرنسا لكنها لم تجد غير المعارك في وطنها لبنان إنه إحساس كل من فقد أوطانهم على يد ميليشيات متعددة وتقول بركات في جزء من المقال المنشور في العربي الجديد هربت من لبنان في أثناء الحرب الأهلية بعدما ذقت منها الأمرين عشر سنوات مراهقة مقصوفة وعمر مبتور وخوف ويأسر وحصار وسباحة عكس التيار ورغبة في الانفجار ولضمحلالي أكثر من مرة ثم هربت من باريس بعد كل ما ركمت فيها خلال ربع قرن من غربة وتعب السعي إلى تحصيل الرزق والتعليم وردق حياة مهترئة ووحدة وسوء فهم أزلي الآن لست أدري إلى أين أتوجه مجددا وعمري ما عاد يسمح لي ببدايات جديدة أو بتوليد الأمل من القديم لكن هناك ابنتي ابنة التسع سنوات وهناك الأرض القاحلة والمياه الشحيحة والأصدقاء الذين غادروا أو دفنوا أحياء في الرمال المتحركة ولم يجدوا سبيلا إلى الخروج هذا ليس مجازا هذه ليست صورا أو تخيلات هذه حقائق ملموسة انظروا إليها وستجدونهم بأفواه ملأ بالتراب غرق في مستنقعات آمالهم الذبيحة هذه بلاد تورث لعناتها من جيل إلى جيل وأنا لا أريد أن أورثها ابنتي هذا أريد أن أهرب بها إلى لقص إلى حيث تتعلم لغة جديدة وتخترع انتماء آخر فلا تنتمي إلى أرض ولا تنبت لها جذور وتبقى هكذا طافية دوارة مثل ذرة غبار أصلا لقد أسلمت بلادنا الروح ولا وعد بقيامة أو أمل بانبعاث اجتمع عليها أبناء السوء حتى خنقوها وأبناء السوء كثر بل إنهم أبناؤها جميعا وأشقاؤها والجيران قتلوها قتلا فماتت موتا وهاهم مستمرون في تمزيق ثيابها وتقاسم جثثها واقتلاع أعضائها اصمتوا ودعوني أبكي البلاد التي منها أبي وأباؤه وأجداده والتي على الرغم من كل شيء لم تبدو لي يوما كذبة حتى أني على الرغم مما أنزلته بي من عذاب وهوان كنت لا أزال أحبها وأنتمي إليها وأحلم بها وأخاف عليها بقدري ما أخاف منها صحيفة العربي الجديد تحدثت عن أن أسواق الملابس في اليمن تتحدى كورونا فقد لجأت بعض المحال إلى الترويج للسلع بسعر واحد وثابت لكل قطعة ملابس أسام العامري وهو شاب في العشرينيات من عموره قال طريقة السعر الموحد تناسب الأوضاع الراهنة وهي محاولة لجذب المستهلكين تشهد أسواق الملابس في صنعاء ومدن يمنية أخرى حركة شبه اعتيادية في تجاهل واضح للإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمكافحة كورونا بينما تعاني أسواق الملابس من الركود في عدن وحضر موت وعلى الرغم من انتشار السلع كثيرة خرجت من مخازن التجار كانت مركونة منذ سنوات إلا أن أسعار بعضها مرتفع بنسبة تزيد على أربعمائة بالمئة عما كانت عليه العام الماضي بشكل يفوق قدرات اليمنيين الشرائية الحرب وإغلاق التحالف منافذ التصدير والاستيراد البرية والبحرية والجوية تسببت في تنامي ظاهرة الغش في السلع والخدمات وأصبحت ظاهرة متجذرة في السوق اليمنية السلع المغشوشة أصبحت تشكل حسب تقديرات رسمية ما بين خمسين وستين بالمئة من حجم التجارة في اليمن وهو الأمر الذي يلحق أضرارا بالغة بالمستهلكين نظرا لأهمية نشر المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا نطالع من موقع البي بي سي البريطاني تقريرا عن طرق الوقاية حيث عنول الموقع فيروس كورونا ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه ما هي الأعراض يجب أو يجيب الموقع على هذا السؤال يصيب فيروس كورونا الرئتين وتظهر أعراض رئيسية هي الحمى والسعال الجاف المستمر وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن السعال الجاف يعاني أو يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم أما السعال المستمر فيعني السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد لأن ذلك يعني أو يؤدي إلى حدوث ضيق في التنفس والذي يوصف غالبا بضيق شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارة 37.8 درجات مئوية إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء والبرودة والرعشة كما أبلغ أو كما أبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق كيف أحمي نفسي يجيب الموقع أيضا؟ أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة ويفضل الغسل بالماء والصابون ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعتص بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء يتنفسه شخص أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين عن اللحظات الأولى التي أعقبت الوحدة اليمنية وعن عملية الانتقال بين الشطرين السابقين كتب متعب بزياد مقاله الذي تنشره بالقيس تنشر جزءا منه قبيل إعلان الوحدة بأشهر كان قد سمح بتنقل المسافرين والبضائع بين الشطرين فكانت الدفق البضائع من الشمال والمسافرين من الجنوب والمشهد الأبرز لتلك الشهور القليلة الحضارم بما امتلكوا من تحويلات المغتربين وساعدهم ارتفاع صرف العملة الأجنبية أقبلوا على شراء السيارات والمعدات وغيرها من صنعاء وربما كانت العفاءات الجمهورية هناك سببا لرخص البضائع كما يعود ذلك أيضا الحرية التجارة والمنافسة والنشاط الكبير للقطاع الخاص بل إن كثيرا منهم بادية حضر موت وشبوى خاصة قد انخرطوا في قطاع استصلاح الأراضي الزراعية بالشمال من مدة طويلة واستحوذوا على نسبة كبيرة من حصة الخدمات في هذا القطاع لقد انتقل للعاصمة صنعاء خلال السنوات الأولى لعهد الوحدة كثير من الحضارم طلابا بالجامعات والمعاهد أو رجال أعمال واستقروا بها واختلطوا بالوسط التجاري والعلمي على عكس القادمين من محافظات الجنوب الغربية الذين كانوا معظمهم موظفي دولة أو ضباطا وجنودا يتم ترتيب وضعهم ضمن حركة تنقلات الوحدات العسكرية وتموضعها لم يكن لدى الحضارم أي ثار سياسي أو تاريخ حديث من الصراع العسكري مع صنعاء عكس المناطق الغربية من الجنوب التي كانت على تماثل حدودي في المناطق الوسطى وعاش سكانها حالة حرب مستمرة طيلة عشر سنوات تقريبا فيما عرف بحرب الجبهة الوطنية في كل مرة تظهر للسطح تحذيرات من وباء عالمي جديد هذه المرة ناقص الخطر يدق من عظام الأسود تقول صحيفة الشرق الأوسط إن خبراء حذروا من أن تجارة عظام الأسود المستخدمة في إنتاج الأدوية والنبيذ والمجوهرات الصينية قد تؤدي إلى تفشي وباء عالمي جديد فالملياردير لورد آشكروافت النائب السابق لزعيم حزب المحافظين ببريطانيا كشف عن كتاب جديد يدعى لعبة غير عادلة كشف عن الممارسات البغيضة التي تنفذ في 333 مزرعة في جنوب إفريقيا حيث تتم تربية الأسود وتقطيعها للحصول على عظامها وأشار الكتاب إلى أن هذه التجارة في عظام الأسود تجلب الملايين لأصحابها ويغذيها الطلب على الأدوية التقليدية في الصين وجنوب شرق آسيا وذكر الكتاب تفاصيل عملية سرية قامت بها الأجهزة الأمنية البريطانية للكشف عن فضائع هذه التجارة حيث تم استخدام أحد التجار كوكيل مزدوج وزرع هذا التاجر أجهزة تتبع في جماجم الأسود المقرر بيعها كما وجد محققون أن الصيادين يلاحقون ويقتلون الأسود البرية في بوتسوانا عن طريق تسميمها أو إطلاق النار عليها في الماعدة للحصول على العظام الثمينة اختارت شرطة لوس أنجلس في البدء تجاهل القضية ثم وبعد الاحتجاجات تعهدت الشرطة بفتح تحقيق معمق لملابسة موت شاب من أصول أفريقية عثر عليه الأسبوع الماضي مشنوقا على شجرة اعتبرت السلطات الحادثة في بادي الأمر حادثة انتحار قبل أن تتراجع تحت وطأة تظاهرات غاضبة وتأمر بتشريح الجثة أليكس شريف مقاطعة لوس أنجلس خلال مؤتمر صحفي قال إن من مصلحتنا التحقيق في كل الفرضيات المتعلقة بموت روبورت فالر الذي عثر عليه فجر العاشر من يونيو الجاري جثة هامدة متدليا من رقبته بحبل مربوط على غصن شجرة وأضاف يبدو أن التحقيق في هذه الوفاة يلقى اهتماما كبيرا في سائر أنحاء البلاد وأكد أن المحققين سيدقيقون في كل القرائن والصور التي تقطتها كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد ما إذا كان موت الشاب ناجما عن عملية انتحار فعلا أم كان ضحية جريمة قتل قبل عامين أنشأت الكورية مكتبا مشتركا للاتصالات في كوريا الشمالية بهدف تعزيز التبادلات والاتصال بين البلدين ولكن حدث منذ أيام توتر بالعلاقة بين البلدين فماذا فعلت كوريا الشمالية؟ يعنون موقع روسيا اليوم كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كي سونغ حيث أقدمت كوريا الشمالية على تفجير مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين بحسب ما ذكرته وزارة الوحدة بسيئول وعفقا للموقع بهذا تلاشى مكتب الاتصال الذي اختفتح قبل عامين وجاء هذا التفجير بعد ثلاثة أيام من تحذير الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونغ أون وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية قد أكدت في بيان ستشهدون انهيار مكتب الاتصال المشترك إذا لم تعد له جدوى بصورة كاملة وعززت السلطات العسكرية في الجنوب عقب الانفجار مستوى المراقبة على حدودها مع كوريا الشمالية مع الاحتفاظ بحالة التأهب استعدادا لأي اشتباك عسكري عابر في المنطقة المنزوعة السلاح وإلزام جميع الضباط في الوحدات العسكرية في الجبهة الأمامية بالبقاء في أماكنهم والقيام بمهامهم الرسومات على الجدران من مختلف أنحاء العالم والتي تحكي الكثير نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارجين البريطانية نتابع ترجمة نانسي قنقر اخيراً عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حصن المتابعة وإلى اللقاء